هذا واصدر اتحاد نقابة العاملين في شركة نفط الكويت بيانا حول فضل اضراب اكدت فيه رواية اتحاد البترول حول التواصل مع ديوان رئيس مجلس الوزراء وتلقي تطمينات مؤكدة رفضها في البداية الغاء الاضراب ومقترحة عرض الالغاء على الجمعية العمومية والتصويت على القرار الا ان اتحاد البترول رفض وتعهد بتحمله مسئولية القرار بعد تلقيه الوعود بتحقيق المطالب العمالية وكشف عن اجتماع الاسبوع المقبل مع وزير النفس بالوكالة للمصادقة على الاتفاق الذي تم في اللقاء